ازايكو عامليني يا رب تكونوا خير توقع برج الدلو لشهر يناير الفين تلاتة وعشرين وهبدأ بالجانب المهني يا رب كده تبقى سنة خير علينا من اول شهر فيها يلا بينا نبدأ اول عشرة يام الكلام ليك وليك تمام اول عشرة يام اللي قريته ان تركيزك داخل العمل هينعكس بالاجابي عليك يعني تركيزك داخل العمل في امور يعني بسبب التركيز دي هتنعكس بالاجابي بالاجابي مش بالسلبي ودي حاجة كويسة انا بشوف ان التركيز اي حاجة في شغل دراسة اي حاجة من الحاجات المهمة واحنا للاسف بينا نفتقد التركيز الفاترة دي كتير ما بنركزش في كل حاجة وده غلط لازم نركز ولازم نعود نفسنا على التركيز طيب عشان بس ما دخلش في حاجة تانية اه حاجة مهمة برضو قريتها بس لما اقولها عايز اقولك ان دي توقعات واقولك ان دي توقعات الغيب ما حدش ادعى عرفه ربنا وبس وكا احنا مستفيد ان ممكن النصيحة الفة انتباهك او خليك تاخد بالك من حاجة من خلال النصيحة او واضف لك حاجة ممكن فكر جديد مثلا غير اني بنتفائل وكمان الاحداث دايما مفي cooperation جديد ما بتطلعش برا التوقعات ما بتطلعش برا الاحداث اللي في حاجتنا هي دايما بتيجي فيها الاحداث اللي في حاجتنا فده المفيد ان انا بدردش معاك ممكن الفة انتباهك او الفة انتباهك لحاجة غير ان انا بقى قرى فيه كتب بحب اقراها عن زي فن التعامل مع النار مع الاشخاص يعني فن الاجتماعيات اسرار عقل مليونير الكتب دي احيانا باخد منها حاجات وبقولها في النصائح عشان افتكوا بشكل اكتر طيب ارجع بقى الموضوعي حزاري من اشخاص يسيقوا استخدام يسيقوا في استخدام نواياك الحسنة خلي بالك من الناس اللي زي دي يعني انت وانت هتقولوا كلام داخل الشغل او في حاجات هتعملوها داخل الشغل بنية كويسة ولكن هم هيستخدموها يعني بشكل سيء او هي يعني هيتفهم غلط هيشوفوا ان مش هيفهموا النية دي ان النية كويسة الناس دي موجودة انا بشوف ان الاشخاص دي من الشخصيات كده زي ما بيتقال عليها في فقورته باحيانا في شخصيات سامة في حياتنا دي من الشخصيات اللي انا بشوفها سامة ليه بقول عليها كده الناس دي بتوجعك وبتوجعك ليه بتوجعك غير غير افعالهم ده لان انت بتكون واحد بيطلع منك كلمة بنية كويسة هو حولها لحاجة تانية سيئة فانت بتتوجع لان دي مش نيتي زي الظلم زي واجع الظلم وكذلك البنت او السيدة او الشابة يعني باي حد سيدة بقى رجل شابة لما اللي قدامه بياخد الكلمة بسوق نية بيديق او بيحولها والمشكلة ان الناس دي بيكون ليه تأثير قوي داخل الشغل واحيانا بتقلب الموازين ده لو ما حصلش معاكم ده قبل كده يعني اشك ان في حد من اللي بيشوفني ممكن يكون شاف ده او حصل ده حتى لو مش معاهم احد غيره داخل الشغل فخلي بالكم الناس دي عشان كده دايما بقول صحاب الشغل جوه الشغل المعارف الشخصية اللي اعرفها من قبل الشغل واللي اعرفها من دراستي واللي اعرفها من جيران من زمان ما دام دول اعرفهم غير بعيد عن الشغل ويدول لازم يبقى حتة ودول في حتة معارف الشغل خليهم جوا الشغل وعاملهم حضودهم داخل الشغل معي ما دخلهمش في معارفة الاجتماعية شخصية الا لو الناس اللي جايبا لي الشغل واعرفهم اعرفهم في الشغل هما اصلا اعرفهم من قبل الشغل ده بموضوع تاني دايما يعرفة اصلا مل اول موجودة يعني دي اصلا معرفة شخصية وكمان دخلت في الشغل لكن باتكلم على الاشخاص اللي انت عرفتهم في الشغل. والناس اللي زي دي السمة دي او الشخصيات اللي بتحول الكلام اللي احنا بنسميها احيانا بتحور دي لازم كلامك معهم يبقى بحساب واوعى واوعي انت كمان في يوم الايام تقول لهم سر من اسرارك تدخلهم في حاجة تخص حياتك حتى لو كنت متضايق وعندك مشكلة شخصية ما تقولها لهمش. قلها لاي حد تاني الا الناس دي. روح اقولها لحد في الشارع. شو بقول لك ايه? روح اقولها لحد في الشارع مش هتشوفه تاني. ولكن ما تقولش للناس دي. لان الناس دي كفيلة ان تقلب لك حاجات كتير في حياتك. خلي بالكم الناس دي وتعودوا دايما الاشخاص السمة اللي زي دي تعملولهم حدود ديقة. ده الصح. وربنا يا ربي اديكم الحكمة والقوة لو فيه يعني في الشغل معاكم شخصيات زي دي. نهاية الشهر بقى او بالزبط اخر عشر تيام في الشهر هيبتدي يكون فيه فرص عمل بس محدودة. وعلى مجالات مختلفة. ولكن مكتوب محدودة. محدودة يعني فرص عمل بنسبة قليلة اللي موليد برج الدلو. حاجة تانية كمان مهمة. محتمل صفر ده اه تابع للشغل برضو خلال الشهر ده. والصفر ده احتمال يكون سبب فيه دخل زيادة او يعني بدل صفر بقى وكده. المهم انه هو مكتوب اللي محتمل يكون فيه دخل مادي زيادة. بسبب الصفر ده. ودي حاجة كويسة. لما يكون فيه حاجة ما تكسلش اه انت في وقت. في زمن محتاجين نشتغل جامد. محتاجين نزبط حكاية الدخل دي. ودي بقولها دايما في الجانب المالي. ربنا يقويكو يا رب ويديكو الحكمة دايما ويوفقكو. والنجاح ان شاء الله يعني دايما بداخل الشغل والتقدم. خش بقى على الجانب العطفي وهبدأ بالعظيم. مع على مدار الشهر على مدار الشهر فيه فرص ارتباط وفرص مش قليلة. ده غير ان فيه اجتماعات جديدة والاجتماعات الجديدة دي بسبب مشاركة فيه مناسبات. وكمان فيه مكتوب كده جيران جداد يعني فيه جيران جدادة فيه ناس هتسكن جداد قريبين. ودول برضو آآ بسببهم احتمال يكون في ارتباط. ده غير بقى ان فيه علاقات كانت انتهت واحتمال انها ترجع على نهاية الشهر ده. انا عايز بس اقول حاجة للعلاقات اللي لو انتهت ممكن ترجع. انتهت ليه? الموضوع كان كبير ولا الموضوع كان آآ آآ ساعتها كنا غضبانين فكبرنا الموضوع. لازم ترجعوا نفسكو. لان ممكن يكون الافضل انها تكون انتهت. فنبدأ صفحة جديدة افضل. ولكن لو الموضوع كان ما يستهلش واحنا كبرناه. ايه المشكلة ان ندي لبعض فرصة تانية? ده رأيي الشخصي. حاجة تانية لما يكون فيه ارتباط اوعي تندفع بمشاعرك وانت اوعي تندفع بمشاعرك. خلي الموضوع يجي يعني اللي هو ايه بالراحة. بلاش حتة الاندفع في المشاعرك. بلاش كلمة بحبك دي تطلع بسرعة. ولا تمنك ولا منك. سبها كده تيجي مع الاهتمام. مع ان انت بتشوف الشخصية وبتختشف الشخصية وانت كمان بتكتشف الشخصية. وبعد كده تبتدي يتكراري. اهم حاجة بقولها وبركز عليها دايما وهفضل لقولها هي الارتباط السليم بيبدأ منين؟ من العقل. يا رب بيبعت لكل شاب وشابة الشخصية المناسبة. خش بقى على المتزوجين والمرتبطين. اول حاجة هي نصيحة كده اول ما ابتدتها ارى يعني. حفزوا على الاستقلالية وخصوصياتكم. خصوصياتكم هي يعني تخصكم انتم سواء المتزوجين او المرتبطين. ما تخصش ناس تانية معكم. انتم فاهمين قصدي? يعني دايما الخصوصياتي. لازم اخليها انا عارف اني مدخلش اي حد فيها. انت وزوجتك خصوصا خصوصا المتزوجين. صدقني. انا مش معني حد يدخل ما بين اتنين متزوجين ابدا. لان الحد ده حتى لو الاهل. حتى لو والدك والدتك. اخر حاجة تلجأ لها. لما الموضع يوصل لحلم السوق صعبة جدا. ماشي خلاص. ده خلق يدخلوا. يمكن يحلوا. ولكن على قد ما تقدروا تبقى قفلين باكوا عليكم ومشاكلكم ما تطلعش برا. وما تنسوش ان في ناس دايما في حياتنا. مش دايما يعني هما مش في الاغلبية يعني بتحصل ولكن او ممكن تكون في الاغلبية على حسب طبعا الاشخاص يعني على حسب الاوضاع الاجتماعية اللي حواليكم. او النفوس اللي حوالينا. اه في ناس بتبقى مستنية خراب البيوت. خلي بالكو في دي. ممكن بنوبع عارفين الناس دي. احيانا بنوبع عارفين الناس دي. عارفين مين عندنا قريب او صاحب مستني ان بيت يتخرب. في ناس احنا بنوبع عارفين كده. ولكن في ناس مش عارفين. لو مش عارفين او عارفين ايا كان. خلي بالكو ان في ناس بتبقى مستنية ده. وخلي بالكو ان بعد لقدر الله لو حصل خراب او انفصال ايا كان. اه في مواضيع ما بينفعش ترجع تاني. ولو رجعت ما بيبقاش شكلها زي الاول حلو. فيريد تحافظوا على بعض. لان في ناس ممكن تفقد شريك حياتها او تفقد شريك حياتك او تفقد شريكة حياتك. وللاسف. للاسف ما تعرفش تعوضها. وتعرف قيمتها بعد كده. حاجة مهمة بقى على نهاية الشهر. بالزبط بالزبط على اخر عشرة ايام الامور هتستقر ما بين المتزوجين والمرتبطين. غير كمان هيكون في زيارات مفرحة. هتساعد على مد فترة الاستقرار يعني الزيارات دي. وكمان هتعمل اجواء مبهجة ودي حاجة كويسة. اتمنى اهو مكتوب زيارات. معرفش بقى الزيارات دي انتو هتعملوها ولا هتكون عندكم. بس ايا كان في الحالتين. اتمنى ان انتو تبتدوا تشوفوا الناس اللي بتحبكم. وتبتدوا تزوروهم او تستضفوهم. علشان ده هيقلل برضو من ضغوط الحياة وهيحسن المزاج ما ده من الناس دي اللي انتو يعني تستضفوهم او تزوروهم. هم ناس جواهم محبة من ناحيتكم. وانتو عارفين ان هما ناس كويسة. يبقى اكيد الاعدة هتكون لذيذة. وايه لو فيه ضحك وهزار. كل ده بيهون حاجات كتير في الحياة. ربنا يا رب يهدي سيرو كل بيت ويكمل المرتبطين على خير. خش بقى على الجانب العائلي. تجمعات عائلية ومناسبات مفرحة. ده غير كمان ان هيكون فيه نقاش في امور مهمة تخص العيلة. انا بشوف ان ان احنا نشارك العيلة مدام فيه نقاش في امور مهمة بتخص العيلة. وبنتبادل الاحاديث والكلام دي حاجات كويسة. انا بشوف ان دي حاجة كويسة. ودي كمان بتقوي لو ما بقاش فيها الخلافات يعني. بتقوي اه علاقة العيلة ببعض. ترابط العيلة زي ما بقول دايما ودي حاجة مهمة قوي. ان العيلة دايما اللي هيعرف قيمة الحاجات دي اللي ما عندوش عيلة بتتجمع كتير. او العيلة للأسف مفككة. العيلة كلها مدام فيه بينها ترابط ومدام فيه ومدام فيه بينها محبة يبقى اكيد اكيد آآ النقاش هيكون في الصالح الجميع. ودي اهم حاجة. يا رب كل عيلة تتجمع على بهجة وسعادة وفرح ومحبة. الجانب بقى المالي. شهر مصاريف. ولكن الدخل الدخل يعني الموليد برج الدلو هيغطي الانفاقات او المصاريف دي. يعني مش هيبقى فيه ازمة ولا حاجة بالعكس الدخل هيقدر يغطي المصاريف دي. بس انا عايز اقول لك واقول لك. لو قدرت توفر من مصاريفك يكون افضل. اللي تقدر تتنازل عنه اتنازل عنه. آآ يعني مثلا مثلا يعني ياريتني ايه اللي الديليفري. مثلا الاكل اللي منبرة. ان دي من الحاجات اللي كنت قريت قبل كده فكرة بتخص المال. اللي بتسحب فلوس بشكل كبير من غير ما صاحب اللي بيصرف ده يعني ما يحس. خلي بالكم النقطة دي. ويا رب ربنا يرزق الجميع. اما بقى لاصحاب المشاريع. ارباح افضل من الشهر اللي قابله. ولكن فيه ملحوظة مهمة اوي وهي الانتباه للانتاج. لاني عدم الانتباه للانتاج احتمال يكون سبب في الخسائل للمشاريع موليد برج الدلو ده اللي مكتوب. انا عايز اقول لك انك ما ينفعش مفيش حد هيخاف على المشروع قدك. لو انت عندك مشروع او انت ما حدش هيخاف عليه قدك. صاحب المال هو اكتر حد بيخاف على المشروع. مهما كان العمالة اللي عندك او اللي شغالين معاك. ولاهم للمشروع او خايفين على اكل عيشهم بس وارج جدا انه يفوتوا حاجة بس مش هتفوت منك لانه مالك. فاهمني? فخلي بالكوا ان كمان انت لازم تبقى المرجع عليهم او دايما اللي بتحفزهم ودايما اللي بتراجع عليهم ودايما اللي بتلفت انتباههم لحاجة في شغلك. لاني ده اه شغلك انت ومالك انت. فلازم انت اول واحد تكون عينك عليه. دي اهم حاجة. ربنا يا رب يوفق صحاب المشاريع ويرزقهم ويزود من ارباحهم. اما بقى اللي عايزين يبتدوا مشروع الشهر ده. شهر مناسب لبداية مشاريع متوسطة وبالاخص المشاريع السياحية. يعني الشهر ده مناسب للمشاريع السياحية. ده اللي مكتوب. طيب انا بقى رأيي رأيي ان الشهر يبقى مناسب للناس اللي عارفة عندها خبرة في المشروع. هي اللي تقدر تحدد الشهر ده مناسب ولا مش مناسب. عندك خبرة في المشروع اللي انت عايز تعمله درسه كويس انت تقدر ساعتها تحدد. مش درسه وما عندكش خبرة فيه ما تسمعش كلام اي حد يقول لك المشروع ده هيحقل لنا مكاسب رهيبة وجبارة ومشروع شغال جامد بلاش تسمع كلام الناس دي علشان انت بتدخل في مقاطرة بفلوسك كبيرة. ربنا يرشدكو. اما بقى للجانب التعليم. شهر مهم جدا لطلاب برج الدالو. وده غير انه يعني في مفاجآت في الشهر ده. ولكن المفاجآت دي المفروض انها ايجابية. اتمنى ده. واتمنى برضو ان يعني طلاب واخواتنا وولادنا يبتدوا يركزوا الفترة دي. انا عارف انها فترة امتحانات. لو انت فاتك قبل كده ما تبصش على الفات ركز دلوقتي. شوف اللي تقدر تنجزه وانجزه. المهم ان انت ما تضيعش وقت. واستغل كل وقت وكل لحظة. علشان تقدر تحقق النجاح اللي انت بتتمناه. وان شاء الله نجاح لكل الطلبة. بنات وشباب. ودي كانت واقعات برج الدالو لشهر يناير. الفين تاتة عشرين. لو اعجبكم الكلام ده او لا فات انتباهكم الحاجة تنسوش دعموني بلايك. لو مش مشترك او مشتركة ياريت تشتركوا عشان شوفوا كل جديد من الفيديوهات نوعه. انا كمان بعمل فيديوهات معلومات عامة. اسيب لكم لينك الفيديوهات تاخدوا فكرة عن الفيديوهات. شكرا اوليكو. سلام.